لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد نعود الى السؤال هل الرئيس سيعود؟ نعم الرئيس سيعود لكن الاشكالية كيف سيعود؟ إما يعود متعافي نهائيا وهذا لا يمكن أبدا لأنه التعافي النهائي يحتاج إلى وقت طويل لأن الإصابة التاعه كانت معقدة جدا الإصابة التي اضطرت إلى نقله إلى ألمانيا إلى مستشفى متخصص وبقي أكثر من شهر ليست سهلة أن الناس اللي نعرفهم يتواجدوا في دخل المستشفى أكثر من شهر أغلبيتهم توفوا واللي يخرج خرج في ظروف سيئة ما زال لا يستطي حتى المشي يمشي على عكاس هذا في أقل الأحوال وعمرهم أربعين خمسين سنة هذا الرجل عنده خمسة وسبعين سنة ومريض بسدر هذه كلنا عرفوها هذه نقطة ودائما كان يسعد وشفناه في ندوة صحفية لما كان مرشح للرئاسية عندما مش عارف تكلم أحد الصحفيين اضحك الرئيس كي اضحك صارت نجاته سعلة قوية شاهدوها نعم اذا الرئيس سيعود اما يعود في وضع صحي جيد انا قلت لكم هذا من الصعب قد يعود وهو شفية ولكن بالتدرج يحتاج الى مدة من اجل ان يعود الى وضعه الطبيعي وهذه انا في تقديري نسبة 25% لن تتجاوز يعود مريض على كرسي متحرك ويمشي على عكاس وهو في وضع صحي ويأخذ وقت طويل يبقى او يبقى دائما مريض بصفة دائما هذا مشكلة في الرئتين يبقى يعالج منهم الى ان يقضي الله امرا كان مفؤولا انه يتوفى ونتمنى له الشفالة هذه الاحتمال العودة الى الجزائر ستكون متى قالوا سيعود الى ارض الوطن في الايام القادمة بحول الله الايام القادمة ابتداء من ثلاثين قد تصل حتى الى تسع عشرين ديسمبر او ثلاثين ديسمبر او واحدة ثلاثين ديسمبر خلال شهرات تستطيع تقول انها ايام القادمة ما يستطيعوا تقولوا خلال مثلا الاسابيع القادمة خلال الشهور القادمة اذا قالوا خلال ايام القادمة الايام القادمة تبدأ من خلال اسبوع وتستمر وتستمر مفتوح لانها جملة فضفاضة وتخضع الى كل الاحتمالات مش واضحة لان البيان هذا فقط لانه منذ عشرين واضافة الى ما حدث مع وسائل الاعلام مع الجزيرة والميادين وروسيا اليوم لم تصدر بيان رئاسة الجمهورية اي بيان الغريب ان رئاسة الجمهورية في حسابها على الفيسبوك نايمة يعني منذ عشرين لا نشطات في رئاسة الجمهورية ولا عمل في رئاسة الجمهورية يعني لم تستقبل ولا مستشارين صرحوا ولا عملوا شيء ميتة والمعلومات التي تأتينا ان رئاسة الجمهورية راقدة ما كان حتى شيء الطاقم الاعلامي لا يدري خلاص صلاحية انه يتحدثوا على الرئيس نحوها لهم قال لهم ازيش تاهضر علي حتى واحد حتى يجيهم كل شيء مكتوب يعطوا هولهم يقول لهم انشروا على الصفحة اذا ما ادوش الكود نتاع الصفحة اصلا والصفحة الان لا تدار من رئاسة الجمهورية تدار من طرف وزارة الدفاع هذه ممكن جدا لانه ما عادوا ينشروا ما عادوا ينشروا الا اشياء تتعلق بالرئاسة هل رئاسة الجمهورية متخصصة فقط في صحة الرئيس رئاسة الجمهورية لا تقوم بشيء لا مستشارين يقوموا بشيء لا يعملوا اشياء ما كان حتى شيء في رئاسة الجمهورية راهيم جمدة لو نروحوا لصفحة وزارة الدفاع ننقو يوميا نشاطات لا نشانجريحة لا قادة المدارس لا اشياء يوميا كين نشاطات في وزارة الدفاع في حين الرئاسة ميتة تماما معناها الرئيس الجمهورية عندما يغيب الرئاسة الجمهورية رئيس الجمهورية تحبس هذه تدلل على شفاء انه بدون على المشكلة في طبيعة الاشخاص لعينهم الرئيس لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله